ناشد رئيس لجنة الكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم الدكتور رمز خوري في رسالة وجهها إلى قادة ورؤساء الكنائس وممثلي المؤسسات المسيحية حول العالم التحرك من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة وتحقيق العدالة وقال خوري بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد إن الواقع الصعب الذي يواجهه الفلسطينيون نتيجة الحرب مؤلم جدا بسبب الإبادة الجمعية التي يتعرضون لها كل يوم وخاصة الأطفال والنساء مشددا على ضرورة وجود حل عادل يحقق أمن واستقرار الشعب الفلسطيني ويمنحه حقوقه المشروع كافة ولفت الدكتور خوري إلى قرار رؤساء ومطاركة القدس بإلغاء احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم هذا العام وعدم إضاءة شجرة الميلاد واقتصار الاحتفالات على الشعائر الدينية مشيرا في رسالته إلى استهداف الطيران الإسرائيلي للمؤسسات المسيحية والإسلامية ودور العبادة في غزة وقصف المستشفيات والمدارس والجمعيات والمراكز الثقافية والمجتمعية